السعودية حتى الآن قامت بجهود إنسانية كبيرة في تركيا وسوريا بخصوص الزلزال حتى إن أردوغان ظهر مقر الوافد الإغاثة السعودي لكن اللي لازم نعرفه برضه إن السعودية بتقوم بالأعمال الإغاثية دي في كل مناطق العالم بل فيه مناطق بيسيطر عليها الحوثيين المملكة بتقوم فيها بعمليات إنسانية وإغاثية طبقا طبعا لمبادئ الأمم المتحدة وبالتالي مجهودها في سوريا طبيعي جدا ومش مستغرب ومش هو الأساس إننا نقول إن ده معناه إن فيه تحسن في العلاقات السعودية السورية ليه بقى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هتكون السعودية سبب لإعادة سوريا من جديد للجامعة العربية؟ في إطار دبلوماسية الزلازل اللي بيقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد واللي بيتم وصفها إنها نجحة بشكل لافت ومبالغ في ظل إنه استغل الزلازل في تحسين علاقاته مع دول أطعم عهل علاقات من الأساس وبيستغل الزلازل كمان في تطبيع العلاقات السورية مع المحيط العربي فتلاقي مثلا موقع زي المونتور الأمريكي بينشر تقرير عن إيه هو مستقبل الأمور بالنسبة للسعودية وسوريا وهل هتقود السعودية سوريا من تاني نحية الجامعة العربية ولا لا؟ الموقع الأمريكي بيقول إن الزلزال اللي حصل في سوريا كان تحت شعار مصائب قوم عند قوم فوائده لأن بشار الأسد وبسبب الزلزال ده تدفقت عليه مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية من العالم أجمع ولقى الرئيس السوري نفسه هو قلب الأحداث ومركز الاهتمام في العالم بعد سنين من نبذه ومن عزلته الدولية اللي ما كانش معاه فيها غير إيران وروسيا وعدد قليل جدا من الدول يعني مثلا حصلت مكالمة لأول مرة تقريبا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبشار الأسد منذ قيام ثورة الخراب العربي في يناير 2011 ومكالمة كمان بين ملك البحرين والرئيس السوري لأول مرة وحصلت كمان زيارة من قبل بشار الأسد لعمان والتقى فيها بشار الأسد بسلطان عمان ولاقة ترحيب وكان كمان على السجادة الحمرة وبعدها بكم ساعة كانت المساعدات العمانية بالطير للأجواء السورية وكمان كان فيه زيارة أم بها وزير الخارجية الإماراتي والأردني لسوريا وتقديم الدعم السياسي والإنساني لها بيقول الموقع أن السعودية وبسبب الزلزال بدأت تخفف نهجها الحاد تجاه سوريا وعودتها للجامعة العربية وأن المملكة كانت العقبة الرئيسية في إعادة دمج سوريا من تاني في المنظمة العربية لكن الأمر حاليا اختلف بسبب الزلزال الموقع الأمريكي بيقول أن الأسد شايف في الزلزال فرصة له من أجل العودة للمنظومة العربية وبالتحديد تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية زي مثلا أنه في 13 فبراير الحالي وافق على توسيع نطاق وصول أعمال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لمناطق بتسيطر عليها الجماعات الإرهابية وأن الخطوة دي كانت حركة محسوبة من الأسد لجني ثمار التحركات الدبلوماسية اللي تعاونت معاه بالتحديد الموقع بيذكر أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد كانت هي السبب في النقطة دي بل أن الموقع بيأكد على أن السياسة الإماراتية بتقود حملات كبيرة جدا من أجل إعادة دمج سوريا من تاني في الجامعة العربية بالرغم من ألأ الدول العربية كلها بشأن الأسد ومستقبله السياسي في التعاون مع إيران وأنه جزء من أجندة الفرص في المنطقة العربية لكن في نفس الوقت فيه مشكلة أكبر وهي ضرورة إعادة استقرار سوريا من تاني بعد عشر سنين من الخراب وأن عدد من الدول قامت بتغييرات واسعة زي الإمارات والجزائر والعراق والأردن والبحرين وفي دول قامت بتغييرات أقل زي مصر وتركيا اللي بتسعى حاليا لإعادة تطبيع علاقاتها مع سوريا والسعودية ما زالت هي الدولة المتحفظة حتى الآن الموقع الأمريكي بيقول أن سوريا دولة محطمة ومفلسة بعد كل السنوات دي من الحرب وأن محاولات بشار الأسد لاندماج في الإقليم حتى الآن غير مكتملة وأن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية هي إهانة رمزية لبشار الأسد والأي جهود لي من أجل إصلاح العلاقات السورية مع العرب أو تطبيع كامل مع الدول العربية بالرغم من الجهود الكبيرة اللي بذلتها الجزائر في القمة العربية الماضية لكنها فشلت أمام الموقف السعودي الموقع بيقول أن كل الظروف دي ممكن يتم تخفيفها أو إنهائها وأن الضمانة الأساسية لعودة الأسد للجامعة العربية هي السعودية اللي علاقتها مع سوريا دايما بيكون طاغي عليها توطرات نسبية وانسجام لفترات أقل ومنافسة شرسة في ظل مقاطعة دبلوماسية لسوريا من 2011 السعودية حتى الآن قامت بجهود إنسانية كبيرة في تركيا وسوريا بخصوص الزلزال حتى إن أردوغان ظهر مقر الوفد الإغاثة السعودي لكن اللي لازم نعرفه برضو إن السعودية بتقوم بالأعمال الإغاثية دي في كل مناطق العالم بل فيه مناطق بيسيطر عليها الحوثيين المملكة بتقوم فيها بعمليات إنسانية وإغاثية طبقا طبعا لمبادئ الأمم المتحدة وبالتالي مجهودها في سوريا طبيعي جدا ومش مستغرب ومش هو الأساس إننا نقول إن ده معناه إن فيه تحسن في العلاقات السعودية السورية ليه بقاه؟ بسبب العلاقات الإيرانية السورية اللي شايفة فيها السعودية ملف ما ينفعش إعدي ولا يتفوت أبدا وإن المملكة وفقا للأخبار الإيرانية قدامها طريق طويل جدا في تطبيع العلاقات مع بشار الأسد في ظل ملفات كتير جدا معقدة ومتشبكة ومش هتتحل بسهولة وإن المملكة ممكن تمارس علاقات أقل من العادية مع سوريا لكن مش هتوصل لدرجة التطبيع الكامل لكن برضو القادة في السعودية شايفين إن لازم كده كده هيكون فيه تعامل مع سوريا وإعادتها كمان للجامعة العربية من تاني لأن الثوابت في السياسة مش موجودة ودايما كل شيء بيخضع للتغيير والمصالح هي البقية وده اللي قاله الحقيقة وزير الخارجية السعودي الأمير فصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ للأمن لما قال إن الوضع في سوريا غير عملي وإن العالم هيحتاج التعامل مع سوريا في مرحلة ما بشأن قضايا زي المساعدات الإنسانية واللاجئين وبالتالي لو قدر بشار الأسد يحسن العلاقات مع السعودية من خلال فرصة الزلزال الحالية فتطبيع العلاقات بين البلدين هيكون سريع جدا مشكلة سوريا بالنسبة للسعودية مش الحرب ولا الضمار ولا الخراب ده كله لكن المشكلة هي انخراط الفرص في مفاصل الدولة السورية وإن البلد حصل فيها تغيير ديمغرافي لصالح الشيعة وإن البلد فيها كل أساسيات الفشل بسبب تأسيمها على أساس مذهبي في الجيش أو باقي السلطات الحكومية وبالتالي السعودية شايفة مقارنة للأوضاع بين لبنان وسوريا اللي يعتبر الوضع مايفرقش كتير في البلدين عن بعض وبالتالي تجربة لبنان هتكون مفيدة جدا للسعودية في تعاملها مع سوريا وإلى أي مدى هتتعامل مع بشار الأسد وإيه هي شروط التطبيع السعودية مع سوريا لأن خد بالك سوريا كده كده محتاجة السعودية في مرحلة ما بعد الحرب بشكل ضروري في إعادة الإعمار وده لا تقدر تقوم بها روسيا ولا إيران أساسا وإن أساس إعادة إعمار سوريا هتيجي من خلال الخليج العربي وساعتها هيكون للسعودية كلمة الفصل في تطبيع العلاقات مع سوريا وإلى أي مدى وصلت العلاقات السورية الإيرانية فشروط السعودية معروفة لبشار الأسد وباقي بس إنه ياخد خطوات مش أكتر ده طبعا لو حابب وشايف إن مصلحته مع المملكة أكبر من إيران في المراحل القادمة فهل من الممكن إننا نصحف يوم كده على خبر إن بشار الأسد فضل السعودية على إيران واقعيا مستحيل لكن خلونا نشوف إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته